يحيى عطيت الله صفقة النادي الاهلي الجديدة هيكون الوحيد من الصفقات الجديدة اللي هتظهر في تشكيلة الاهلي الاسية امام فريق جرماهيا الكيني ببطولة دوري ابطال افرق بحسب مصدر في النادي الاهلي يوسف ايمن مش هيشارك في هذه المباراة اساسي في دفاع الفريق بالاضافة ايضا للمغربي اشرف داري اللي لسه ما تدربش مع الفريق حتى هذه اللحظة بسبب تواجده مع معسكر منتخب المغرب وعطيت الله هيكون الواجه الجديد الوحيد في تشكيلة الاهلي امام جرماهيا ده بالنسبة ليه صفقات النادي الاهلي الجديدة ومن اللي هشارك فيه مباراة جرماهيا